لنبدأ المواضيع بموضوع انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكورن القدم حسب لجنة التسوية بالجامعة التونسية زكاة حسين جنيح للدخول في الانتخابات هذه والبارح لعضو الجامعي السابق المسؤول السابق النادي الافريقي وكذلك ولمبيك الكاف بلال الفضائي لقدم مطلب من أجل الحصول على تزكية المكتب للجامعة منعفوشي مشترسي لأمور هذه الكل بعد ما قدمت الجامعة اسم حسين جنيح قبل تقريبا أسبوع من موعد تقديم آخر أجل تقديم الملفات ليهو يوم 12 نظامبر خلينا أخر أكثر تفاصيل عن مختارة البوس ليهو هل البي راح تقدم بالملف منتع بلال الفضائي للمطلب هذا منتع ترشح أي صحيح كنا قدمنا لمطلب الترشح للجامعة مطلب التسكية هذه للجامعة التونسية الكورت القدم الحقيقة كانوا مشكورين قبلونا المطلب بكل أرياحية مكتب الضابط كان موجود من بعد قمنا بأعلام وزارة الشباب والرياضة في شخص سيد وزير شباب والرياضة اللي كونه سيد بلال الفضايدي يعتزم الترشح للعذوية المكتب التنفيذي وطالب تسكية المكتب الجامعة هنا إسلام بش نحكيه على ثلاثة محاور أساسية المحور الأولاني هو المكتب اللجنة التسوية وقوانين الكاف المحور الثاني السيد حسين جنيح والمحور الثالث هو كحالينا خلق حلقة الأخرانية باعتباره جاء في الأخير السيد بلال الفضايدي نا وقت اللي نبدأ ونحكيه وسلامي ذول اللي كنا مختنعين اللي كونه كورتنا نحبو نصلحوها ونحبو ننطفوها ونحبو نحبو 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 مالو رزمو مالش قاعدين نراو في حتى أسلاح وحتى علاش هي سهلة اسم السيد كمال يدير ولا لا لا الإخوان اللي معاه رغم رغم حتى زوزت وانسا يختلفوا في نظافة اليد تعليه الممارسات هذه اللي تخليني آنا نشك ونحكي انتي وقت اللي تخدم بالرعواني ما عاش حاسبني كنخمم بالرعواني واضح اتوجيك لهمين بعد انتي هنا كجامعة انتي وقت اللي حليت وقت اللي عندك وقت اللي نويت انتي كجامعة باش تقول رانا ماذا بينا شكون يمثلنا وتعرف نعاني وبرشة في كونا معاني شكون يمثلنا في الكاف ماذا بينا شكون يضرب على تونس ما عاش فما ما عاش فما عباد هناء اشي يصير اخويا عندك شاير من زمان تقول رانا نعتزمه كجامعة باش نقدمه تسكية على كل من تتوفر فيه الشروط الشكلية والقانونية والظروف وعنده الامكانيات وعنده كاذا وعنده شكون وراه يا اخويا في كنف الشفافي في كنف الشفافي اخويا رانا نهار خمسة نوفمبر حد اخر تاريخ نحب ونحب يحب يترش نهار ستة وقتني بلال فوضاء اللي يصب ما عاش يصنطوا حد لا عاش يصنطوا حد لا عاش يصنطوا لمسك لا يفهم لموزاييك لا غيره ما عاش يصنطوا حد اخويا مو هبطنا اكثر من اكاك هبط وانتي خذيت نهار خمسة جاسي حسين جنيح واحد واخذاء الجامعة ما عاش عنده ملافات وخرينا عنده حسين جنيح وين المشكل زادت انتي تصورت حاجات ما عنده حتى قيمة رو فيها في باج الفيديراسيون اخويا ما عندك مصور اخويا انتي وصي حسين جريح رو حدث مهم برشا يصير مرة في السنين اخويا تسلم عليه تمدوا الوريقة لعبيت تصور لعبيت كل ترى ما عاش اشكالية لا مع حسين جنيح اللي يرا في روحوا الكافئة بش يمثل كورة تونسية رو بستير هذا كل ما صارش في الوقت ذاك عليش مسارش اللي بتشيدي لهذه والله ما نعرف مواضيا بعد انتي الداخل موقع لك انا تقول واني نخمم رعواني اذا كان انتي استرفت كما من رأسك ما عاشت حاسبني انا ولا غيري ولا غيري كفاش بشي خمم انا هنا كنجي ما تعملش هذوم الكل ما تعملش ونسبه العباد مش ثابتة تم فما حتى قناة رسمية ولا حاجة خرج قلنا رو بالعكس خرج سيد الشادي الرحباني وقت اللي هو قاعد معناه يحكي في البلاتو اللي كونه عنا مشاكل في الجامعة وعنا مشاكل مالية وما يعرفش وقتها من الممكن كان سيد كمالي دير حظر التسكية متع سيد حسين جنيح حتى سيد الرحباني ما كانش في بالو بها هنا بش تعديل المحور الثاني اللي هو السيد حسين جنيح انتي وقت اللي يسألوك ويصير هو سيد ذولي الرحباني هو اللي قاعد يخرج بارشا يحكي باه وقت اللي تسأل وانتي تقول رو فما فساد وفما سوط عامل في الجامعة وفما فلوس وفما مفميش وفما من كنا نحكيوه على تسعين مليار أصبحنا مسارين في اثناشن مليار معنا شفت مبيناتهم فما مئة مليار طوى ما نزلنا ما نعلموش عليهم وين وتقول فما فساد وش كون الفساد مصدر ومكتب جامعي القديم اللي هو نتيجته عدد واحد في الحبس وعدد اثنين وفما فساد تقوم بتكريمه بش يمشي للمكتب التنفيذي ولينا نحكيوه على خوزع بالات الحقيقة متعربي معنا اخرج انت رو سيد حسين جنيح ما احترام يلي رو ما عندي ما احشايا ومش بالضرورة راني نكون عندي حكم مسبق ما اختار انتي تهو بالفساد فما فما حط شي يقول نحن فما حقائق نحن فما حقائق لا انا فسرت لك الشحكية سيد الرحباني طرح فما فلوس مش موجود لازم نعرفوها وين الفلوس انا نعطيك في عنشان مور او اسلام لازم اكتبعني الفلوس وفي عهد شكون كانت مش موجودة فعهد وديع الجارية حسين جنيح واصف جلير غير وغير وغير واضح ولا اسكم المعقول انتي كاللجنة تسوي اتوى فعوض هؤلاء تجيبهم وتخلهم وين الفلوس حسب رأي كيف يأتينا ايجي 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 بعدهم بعدهم اخويا بعدهم سعيد غايبهم سيد اه تكرمهم بالطريقة هذي متنجا ماشي ايجي ايجي انا نعمل المقارنة سيتي مقارنة مبينزو الشخصيات هذوما بلال فوذيلي مشي ايجي محامي على بلال فوذيلي لا لا انا نحكي لا لا ما تدخل بلال فوذيلي انا نحكي على وضعية كورت قدم التونسية ما بديتش به بلال خليته في حلقة الاخرة وبيلال فوذيلي هو هو تحب يجيبه يحكي على روحه اولا تعذب جميع المسؤوليات داخل رابطة الهاوية المحترفة شد الكاف في النادي الافريقي في الجامعة اللي تخيلوا المراكز في الكاف عنده خبرة كبيرة في الكاف رغم صغر سنه هنا روح حسين جنيح من اللي طوال امشي للجامعة ما تعداش بمراكز هذه عمل الكوميسيون في الكاف حسين جنيح عمل عمل تقريب لجنة المنتخب لجنة كاس الفريقية وفي كاس الفريقية بتعليجون عمل كان موجود سمحني كان موجود في مصر شوف شنقلك حاجة او الحاجة انا رأي الاتهاماتك زايدة للناس كل صريخ والناس كل هزت الفلوس لا قلت فساد ماتر خليش رئيس رئيس خليش نتفاعل خليك 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 اتهامات يعني كبيرة وقلت الناس كل فساد فساد في الحبس على الأمور المادية الراجل ربي خلص وحلو عندك الحق تقول الفلوس فين مشيت ومفروض هنا متر يطلع سي كامير دير ويوضح الأمور ما بين سي وديع اشخلا خطر في واحد سي وديع الفلوس موجود سي ويابلول يفهم متى قاعد يصير تدقيق على الأموال ماذا موفيس بها متر تابعني انا كنت موجود في الجامعة حتى نهار عشرين أوت الفلوس موجودة كانت مع سي وديع كي خلص سي وديع الفلوس تم سو تصر ما تماش منعرش أنا منجمش نحكم خطر الأمور هذه فأنا أمور فنية لكن يقول هولك ونأكد هولك متر لي الناس كلها تخلص في وقتها والأمور واضحة كل شيء تشد سي وديع الأمور معاش تفهم مفروض يخرج سي سي كمال ويصير تدقيق ويعطي كل واحد حقه يا متر لكن بالنسبة سي جنيع نقول لك الرجل محترم الرجل نظيف لكن الغلطة فيه متع الجامعة والهيئة التسويس لي معطاتش حق سي بلال فوذيلي أخويا أنت أنا نحط كما عملت في الإدارة الفنية جيت نحب نطلب مدير متر عطيت شروط تقدم الحاج وتقدم المتر ونختار واحد هكيك أعمل طلب وعرض أخوي ويجي سي جنيع ويجي سي بلال ويقدم كل واحد دوسي ونحط ه في الطاولة هذه الشفافية وهذا النظام اللي تمشي بيه العبات أما نجي أنا نهار لي يعطي سي بلال تسك متاعه يلقى روحه دجاء تسك طارد في السماء معقول هذا هتي حق العبيد مش معقول اللي صار البرح عبر اسبليانة وأنا موافق لقاعدين مريناش تصليح مريناش إسلاحات قاعدنا بريسك في الشي والنو الشفافية والخدمة تحت الطاولة هي عبيدها شنو لتغير ما تغير شي ولا متفق معاك